عايز ايه تاني؟ امام عشور امام عشور جئت امام محملاً بتوقعات هائلة وتربصات خطيرة توقعات من جمهور الاهل الكاسح الذي يعطي دوافع وزخم غير مسبوخ لأي لعب امكاناتك الفنية بتقول انك تستطيع ان تفي بهذه التوقعات ولكن ايزا خلي بالك حيحصل تربص من اصدقاء الامس طبيعي الحل ايه؟ سد ودانك سد ودانك سد ودانك وابعد على قدر ما تستطيع من التجاوب مع السوشيال ميديا دي نصيحة مهمة جدا سد ودانك وابعد على السوشيال ميش ضروري انستجرام والحاجات اللي ايه فيها افهات ويسيب الناس تقولوا ايه واصلوا زعلان اصلا مبسوط اصلا دي رسالة ما تحطش نفسك في دائرة انك تنشغل بغير بامام عشور وما يمكن ان نضيفه الى النادي الاهلي والكرة المصرية انك من انك تكون قد تم شفائك بشكل يسمح لك بالعودة الفنية الكاملة واستقبالك الاهلي استقبالا طيبا جماهير ولعيبة واعلام وجميع احتفى بك لا ينقص الا ان تعطيهم ما يردوه ردو سليم